تبددت المخاوف وعادت الحياة تدريجيا إلى المهرة أو هكذا تظهر المشاهد الأولى للمحافظة التي عاشت نكبة على كافة المستويات جراء الإعصار المداري لبان الذي ضرب عددا من مديرياتها حولت الكارثة الطبيعية المهرة إلى أطلال وتسببت بوفاة أربعة عشر شخصا ونزوح نحو ثمانية آلاف بعد أن دمرت منازلهم وجميع معداتهم وأصبحوا بين ليلة وضحاها مجردين من كافة ممتلكاتهم المادية السلطات المحلية في المحافظة بدأت عملية إصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تسبب الإعصار بتدميرها وأتلف خطوط الكهرباء والاتصالات وعددا من المرافق الحيوية محافظ المهرة راجح باكريت أكد أن المحافظة بدأت تستعيد عافيتها مشيرا إلى أن فرق العمل والصيانة الهندسية نجحت في إعادة التيار الكهربائي ومياه الشرب إلى بعض المديريات بصورة كاملة الكهرباء رجعت بالنسبة كبيرة للمحافظة حوث بالنسبة 100% المسيلة لازالت الكهرباء والماء مقطوع فيها الصوح حوث رجعت الماء والكهرباء بالنسبة 100% حسوين أمس رجعت الماء والكهرباء بالنسبة 100% الغيظة لازالت بعض المراكز لم تصلها عندك مناطق بالحافة مون غيروب الفيدمي وفيما تتجه الأنظار إلى عملية إعادة الإعمار يقول أبناء المحافظة إن المشكلة لن تحل جذريا عند بداية الترميم لما دمرته الكارثة الطبيعية بل في مدى مقدرة الجهات الرسمية على وضع تدابير تمنع تكرار ما حدث حال تعرضت المحافظة إلى كارثة مماثلة مستقبلا وهي تخوفات عديدة يعيشها الأهالي بين فترة وأخرى